على جروحي وجمار غافي ونهب روحي نجم طافي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلا ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمين من لجأ إلى حسنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك هم خير البرية صلوا على محمد وآل محمد الله الرحمن 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 الرحيم سيدة الكريمة أخواني تقسم الناس إلى قسمين إلى صنفين الذين كفروا بآيات الله والذين كفروا بالله تعالى وبالمقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدأت بالذين كفروا أولا طبعا الآية في سورة البينة آية السابعة نعم السادسة والسابعة والثامنة وصنفت الناس إلى صنفين شر البرية وخير البرية نبدأ بشر البرية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب نحن نعلم على أن أهل الكتاب ياهم الأديان الذين لهم كتاب ولهم نبي كتاب ونبي مثل اليهود مثل النصارى مثل المجوس على رأي من آراء العلماء مثلا المشرق ومشرق كافر بعد زين لماذا الله في هذه الآية يقدم أهل الكتاب على المشركين مع منهم كفروا بالإسلام وكفروا بدين الله المبين الآية تقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لماذا قدم أهل الكتاب على المشركين ليش مع ما أنه هذا مشرك هذا مشرك وهذا من أهل الكتاب واللي من أهل الكتاب مولانا أشرف وأحسن من المشرك يعني هاي حسب القاعدة بعد المشرك هو مشرك من البداية دين ما عنده أهل الكتاب عنده دين وعنده شريعة وعنده كتاب مولانا فما يصير يقدم أهل الكتاب على المشرك لماذا يقولون العلماء يقولون كفر أهل الكتاب أفضأ وأشنع وأفحش من كفر المشركين ليش لأن أهل الكتاب كتبهم بأجمعها بلأستثناء بشرت بنبي يأتي في آخر الزمان التوراة بشر بمجيء نبي يأتي في آخر الزمان الإنجيل بشر بنبي يأتي في آخر الزمان حتى أن بعض العلماء يقول على أن اسمه في التوراة أو في الإنجيل فارقليط اللي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي يقول عننا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد دلالة على أن أهل الكتاب يعرفون رسول الله يعرف القاعدة ويعرف النبي لكن مع ذلك يحرف يعرف ويحرف ولهذا هذول أفضع أفحش ولهذا الله قدم أهل الكتاب على المشركين جين نكمل الآية قال أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمكان هم في نار جهنم خالدين فيها هذول خالدا فيها في نار جهنم ما يطلع من أعدها زين ليش أولئك هم شروا البرية ليش دخلوا إلى نار جهنم لأنهم كفروا فأصبحوا شر البرية البرية شنه إخواني البرية أكو رأيين أنهم مصدرهم نين مأخوذ هذه الرأي الأول البرية مأخوذ من برايه وهو شنه مولانا بمعنى التراب بمعنى التراب أي المخلوقات التي خلقت من التراب خلقت من الأرض وكل المخلوقات مخلوغة من الأرض أولئك هم شر البرية يعني أولئك أنزل وأخبث وشر من خلق من التراب هذا رأي الرأي الثاني لا البرية مأخوذ من بريئه بريئه الله هو البارئ البارئ عن الخالق بريئ يعني خلقه زين هذول الذين كفروا بالله وبرسوله من أهل الكتاب والمشركين هم شر ما خلق الله تعالى ولهذا عندنا آية أكو بعض الناس الله يعبر عنهم بالكلب أجلكم الله يقول مثله كمثل الكلب هذا مثل بتشلب أجلك الله يعني شنو الله هم يشتم خلق الله ما يشتم ويسب مولانا بس الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا هو بتشلب واحد وبالفعل أكو ناس بالغباثة كالكلب الله يقول يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه شنو يلهث بعض الناس الله يمثلهم بحيوان آخر شي يقول كمثل حمار أجل لكم الله يحمل هسفارة هو بشر بس الله يقول هو وحاله وحاله هذا الحيوان واحد الله ما قاعد يشتم مولانا قاعد يقول الحقيقة هي حقيقة بعض الناس هو هذا الحيوان شنو واحد أصلا القرآن وأهل البيت سلام الله عليهم يشبهون الناس في بعض بعض الناس يشبهونهم بأنواع التشابيه يشبهون الطماع بالغراب يشبهون مثلا المتكبر بالطاوس يشبهون صاحب اللهو واللعب بالحمام يشبهون مثلا أهل الشهوات والنزوات اللي يركبوا رأعراض الناس بالديك هذا تشابيه القرآن هم يشبه المشركين يشبههم بمن بالعنكبوت كبيت العنكبوت وضع مولانا أهل النفاق يشبههم بالذباب الذباب الذبان لأن ما لها موازين الذبان تقعد على النجاسة أجلكم الله وتقعد على الحلاء يعني ما لها موازين المنافقة ما هيش نوبة هيش نوبة هيش أو كذلك يشبه بعض الناس بالكلب أجلكم الله بعض الناس يشبههم بالحمار أجلكم الله وبعض الناس لا إلى درجة أنزل من البهيمة أنزل من الحيوان أنزل من الحيوان شي يقول يقول بل هم أضل شي يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هناك بعض الناس مو حيوان لا شنو مولانا أنزل من الحيوان أنزل أنزل من الحيوان بالفعل أنزل من الحيوان شنو زين وإلا يطلع لك على القناة هو وبعد شباب وعلى أساس مسلم يريد أن يتزوج بإحدى محارمه زين وعلى القنوات وناشرها زين أنت لما تقول أزوج بإحدى محارمك هذا حرام محرم الناقة من جملة الحيوانات التي لا تتزوج بالمحارم ناقة هو حيوان عقل ماكو لا تتزوج بالمحارم عجيب وهذا أنزل من الحيوان يعني هذا الحيوان شنو هذا أنزل منه وعلى حبيبي وكذلك كذلك يكون أنثلة كثيرة الشاغذ مولانا العزيز إذن بعض الناس الله شيعبر عنهم أولئك هم شر البرية إش قد عندنا حيوانات شر وإش قد عندنا بشر شر وإش قد عندنا بهائم شر هذا شنو مولانا شر أنزل وإن مكان في نار جهنم خالدا فيها هذا القسم الأول من الآية القسم الثاني اللي عليه الثقل اللي إحنا ردنا نتكلم عنه شنو مولانا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية زين إن الذين آمنوا يعني آمنوا بالدين والإسلام زين وعملوا الصالحات الجميل هنا ذا كوليش قال بالنسبة للكفر إن الذين كفروا من أهل الكتاب بس ما قال عملوا السيئات لو ما عملوا بس هنا إش قال إن الذين آمنوا وعملوا شنو الفرغ ليش لأن الذي يكفر اللي يكفر مولانا أكيد تنفتح أمامه أنواع من أبواب الانحراف الكافر الكافر ما يخاف الله كل شي يسوي دائما نحن نقول خاف من أثنين خاف من الله زين وخاف من الذي لا يخاف من الله لأن الما يخاف الله كل شي يسوي ها ولهذا هذا الإنسان الما يخاف الله هذا الكافر أبواب الإنحراف كلها مفتوحة قدام عين كله كل شي يسوي ها لكن بالنسبة للإيمان شي يقول إن الذين آمنوا وعملوا صالحات الإيمان الاعتقاد بالرسالة الاعتقاد بالتوحيد الاعتقاد بالمعاد باللسان لا يكفي شي يريد يريد عمل مو بس لقلقة لسان مو بس والله أنا خادم الحسين لكن هو بعيد عما يريده الحسين عليه السلام مو والله أنا خادم الحسين وما أصلي أنا خادم الحسين وأكل حقوق الناس أنا خادم الحسين مورانا وأكذب أنا خادم الحسين وأسوي ما لا يرضي الحسين هذا خادم الحسين هذا مو خادم الحسين الشاغد مولانا العزيز إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح هذا العمل الصالح ترى إجاء في القرآن أكثر من سبعين مرة أكثر من سبعين مرة أجت الإشارة إلى العمل الصالح وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا كل عمل الصالحات كل الإيمان مع العمل العمل الصالح ولهذا إحنا عندنا أقل أقل عمل صالح طبعا هذا جاي على إطلاقها وعمل الصالحات مطلقة عمل صالح قليل أو كثير أقل عمل الصالح حسب الروايات إماطة الأذى عن الطريق إذا سبت لك بالطريق شيء إحجارة طائحة خشبة طائحة حفرة سايرة خاف واحد يطيح بيها أقل عمل صالح أنك تشيل هذا الشيء تنظف الطريق خاطر لعبور الناس هذا أقل مصداق للعمل الصالح وأكثر مصداق للعمل الصالح يا رسول الله شنو؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذن شي يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي عنده إيمان وعمل الصالح أولئك هم خير البرية البرية ياهم البرية يعني الإنس والجن والملائكة والحيوانات بأجمعها هذا الذي عند عمر صالح والذين آمنوا الذين آمنوا وعند عمر صالح أثنياً أكصف ثارثة آخر الآية هذول خير البرية خير البرية يعني حتى أفضل من الملائكة حتى أفضل لأن الملائكة من البرية أكيد ممن خلقهم الله تعالى هذول أفضل من الملائكة أولئك هم خير البرية شنو جزاؤهم ما هو جزاؤهم جزاؤهم أسمع مولانا فجزاؤهم لاي الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جزاؤ من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني جزاؤ خير البرية جزاؤهم عند ربهم الإنسان يتشكل من جسد وروح جسد وروح أكو نعيم نعمة للجسد وأكو نعيم للروح أكو غذاء للجسد وغذاء المن؟ للروح واضح مولانا؟ الآن الآن أنت تغذي نفسك باللحم وكذا جسدك بش الروح يحتاج إلى غذاء مثل العمل الصالح مثل ذكر الله سبحانه وتعالى مثل طلب العلم هذا غذاء الروح الله سبحانه وتعالى في الجنة هم يطيهم غذاء للجسد وغذاء المن؟ للروح اسمع الآية قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن هذه العدن يعني الخلود جنات خالدة عدن بمعنى الخلود جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا النعيم المادي النعيم الجسدي جنات عدن كذا هذا نعيم جسدي النعيم المعنوي وين؟ الروحي رضي الله عنهم ورضوا عن هم راضين عن الله وهم الله راضي عليهم هذول ياهم ذلك لمن خشي ربه إذن سارا ثلاث خصائص خير البرية عند إيمان الثاني شنو مولانا؟ عند عمل صالح الثالث أن يخشى الله سبحانه وتعالى أن يخشى الله كأنه يراه خشية الله هو الخوف والإحساس بالمسؤولية الخوف مع التعظيم وهذا حبيبي زين أسمعنا خليش شير إشارة هذه جميلة إخواني إحنا عدنا في القرآن أكو قيم قيم أخلاقية القيم الأخلاقية في القرآن والإسلام غير القيم الأخلاقية عند بعض الناس الجاه والمقام والأدب الأخلاقي والقيم الأخلاقية في بعض المجتمعات الجاهلة غير المجتمع الإسلامي والديني شنو القيم بعض الأوقات إلى الآن عندنا هذه الحالة هذه النزعة اليوم وكهذه بعض الأوقات هذا القيم قيمته بماله يحسب أن اللي يطي قيمة شنو اللي يطي قيمة المال فلوسة تطي قيمة ذا ما عنده فلوس ما لقيمة حسنا هذه الفكرة موجودة أنا ما موجودة عند بعض الناس أخواني بصراحة نحكيها الآن اللي عنده أموال عند بعض الناس إلى قيمة ولو كان فاسقا زين وما عنده أموال الفقير حتى لو كان مؤمن ما لقيمة زين هذا أصغرها لك قرآن أنا موتر مو من جيب قرآن أصطيك آية هذا القيمة الأولى القيمة الأولى القيم عند بعض الناس الجهلة المال الثروة القيمة الثانية الزينة إذا أطلع لك كشخة أمرت بمعدل امتكتك وريحة من 20 متر الشمح العطر وإذا أموال أنا وشوفه هو وزينته وسيارته وزعابيلة وهذه كلها تقوم له كلها تحترمه لكن إذا أجاك شوية ملابس بسيطة ملابس يعني علاقة حالة مثلا ما أحد يشيل اللي بشيرته هذا ولا واحد يشيل لرأس إذن قيمة الإنسان صارت عند بعض المجتمعات بالثروة بالمال الثاني قيمة الإنسان بمن؟ بالزينة الثالث بالقوة والقدرة القوة والقدرة يعني المقام والمسؤوليات عنده مسؤولية ومقام كلها تحترمه إلى هيبة وإلى قيمة بس إذا ما عنده مقام ومسؤولية حتى لو كان مؤمن ما أحد يريده وارح مولاي هذا وين هذا القرآن مجتمع الفرعوني فرعون اش قال هذا أطلع الآية نعم نعم هذا الآية الآية ما تقول مولانا الأول فرعون يقول يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه فرعون شنو كان يقول يقول أنا ربكم الأعلى زين يقولهم تعالوا طيعوني تعالوا اتبعوني ليش نتبعك ش عندك أنت عندك إيمان عندك تقوى ش عندك أنت ش يقول اسمع اسمع شنو شنو السبب انتبعك قال نادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر هيلقي عانو الأراضي كيل أجنو أنا ملكه وهذه الأنهار هذا القرآن اسمع وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ها إذن النظام النظام الأخلاقي المعيار الأخلاقي القيمة عنده فرعون شنو مولانا القدرة والثروة والزينة تعالوا أنا عندي هاي الأملاك كلها زين أو عندي هاي الزينة كلها وهاي الأنهار تجري من تحتي ولهذا لما طلع موسى عليه السلام لها فرعون اش قل له قل له انت مونة بي فرعون قل له انت مونة بي قل له ليش أنا مونة بي اسمع اسمع انا هاي شي تقول سورة الزخرة بقى 53 اسمع اش قل له فرعون قل له فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب لو عنده أسورة من ذهب لو عنده ذهب ومال أو جاء معه الملائكة يعني القوة والقدرة مقترنين إذا عنده قوة وقدرة وعنده فلوس هذا نبي إذا ما عنده فلوس هذا مونبي ها إذن عد المجتمع الفرعوني شنو مولانا المعيار معيار القيمة معيار الأخلاق شنو عنده القوة والقدرة والزينة ها هاي وحدة العرب الجاهل اش عدهم عرب الجاهل المال والبنون عدهم اللي عنده فلوس أكثر واللي عنده أولاده بالأخص إذا كان عنده أولاد ذكور ها هذا محترم في مجتمعه زين حتى القرآن شي يقول يقول بسم الله الرحمن الرحيم نعم اسمع على آية يقول وقالوا في سورة سبع آية 35 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا هذا جاي يفتخر علينا ها لا شنو يفتخر علينا هذا إحنا أكثر مننا هم أموال وهم شنو هم أولاد يعني إحنا أعز مننا إحنا أشرف مننا إحنا أحسن مننا ليش لأن هم أموالنا أكثر وهم أموالنا أكثر ها هذا المعيار الأخلاقي وهذا المعيار القيمي عدما عند بعض الناس الجهلة أو هاي الحالة الجاهلية والحالة الفرعونية اليومك هذه موجودة ها اليومك هذه اللي عنده فلوس أكثر مبجل محترم اللي عنده مقام لقيمة اللي عنده زينة لقيمة اللي عنده كثرة أموال وأولاد هم عنده قيمة حتى لو كان فاسغ فاجر كش مسوي عندهم كسرات بس المؤمن إذا ما عنده هالأمور هذا لا الله قال لا هذا حد كم إلى قيمة بس عندي أنا شنو ما لقيمة هذا هذا ما لقيمة إلهي شه شنو المعيار عندك أنت أنت المعيار معيار القيمة عندك شنو إلهي قال المعيار اللي عنده عنده كم أمر واحد اثنين ثلاثة شنو مولانا أولا القرآن يقول يقول بسم الله الرحمن الرحيم ده كوليش قالوا قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا صالوا لا يقول الله جعلهم قالهم في سورة سبعة آية سبعة وثلاثين وما أموالكم توجهوا توجهوا ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا توجهت له لا لا أموالك ولا أولادك تقربك إلي لا إذا شنو زلفة ياغو اللي يقربنا يقربنا إليك منه؟ قال إلا من آمنه وعمل صالحا يعني الإيمان والعمل الصالح يقربك إلى الله مو المال موجة مو المقام الله قاعد يقول هو أنا أقول قيمة الإنسان بإيمان بفلوس بإيمان قيمة الإنسان بالعمل الصالح له بمقامه لا بالعمل الصالح ها هي قيمة الإنسان إذن التقرب قيمة الإنسان عند الله غير قيمة الإنسان عند الفراعنة غير قيمة الإنسان عند الجهلة ذا كول عندهم القوة القدرة الزينة المال كثرة الأولاد كثرة الأموال ها هي عندهم بس عند الله لا ما يمشي الحاجة هذا يقول لك هذا ما تقربك لي اللي يقربك لي شنو ولا أنا الإيمان والعمل الصالح الثارثة شنو الثارثة الله يقول في سورة الحجرات آية 13 إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن اللي يتقربك إلى الله اللي يتطيق قيمة شذو التقوى إيش قلت صارا ثلاث هذا إذا تريد تحصل القيمة عند الله الإيمان والعمل الصالح والتقوى لكن اللي يريد يعتبر فلوسه واللي يعتبر سيارته واللي يعتبر مسؤوليته هذه عرض الجدار عرض الحياة يا أما مسؤولي أكبر من رأسك كانوا جايين هنا وين راحوا؟ راحوا أو يا ما ناس أغنمين عندك قارون وغير قارون يهو اللي أغنمين عنده عصبة عصبة عشر زلم ما يشيلون الصندوق الواحد عشر زلم صندوق مارذعب ما يشيلونه ذاك قارنة مو أنا أملك ليت مقلادة راح ساخت بيه الأرض بلعته وراح إلى جهنم وبيعس المصير زين إذن أساس القيمة عند هؤلاء غير الأساس القيمة اللي عندما عند الله تعالى زين خلي نكمل الآية إذن شو تقول الآية تقول ذات ردي سير خير البرية عليك بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح وأن تكون تخشى الله شوف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل صالح أولئك هم خير أولئك هم خير البرية زين حس جماعة يجوا قالوا هاي الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية عامة كل الناس اللي يؤمنوا عند عمل صالح يصبح خير البرية له آية خاصة شو نقول الآية خاصة لو عامة؟ خاصة هذا الآية خاصة شائل من نزلت في من؟ هذا خير البرية نزلت في من؟ شوف والله المصادر عنه وياك نقرأ المصادر عنه وياك الحاكم الحسكاني في كتابه سواعد التنزيل الحسكاني النيشابوري أما يقرون النيسابوري هذا حسكة حسكة اسم منطقة فيه نيسابور العربي يقرون النيشابور الفرس يقرونه هناك منطقة يسمونها حسكة هذا الرجل من كبار علمائهم كان موالد حسكة حسكاني هذا النيشابوري كان في القرن الخامس الهجري يعني تقريبا من بعد غيبة الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجوه الشريب بمئتين واربعين سنة تقريبا الشاقد هذا الرجل الحسكاني يذكر في كتابه شواهد التنزيل أكثر من عشرين رواية أكثر من عشرين رواية يشير من هم خير البرية خير البرية اسمع وحدة من الروايات وحدة من الروايات عن ابن عباس يقول حتى الدر المنثور يذكرها يقول لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم من الذين آمنوا وعملوا صالحات لأكهم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب من هم خير البرية قال هو أنت وشيعتك يوم القيامة الله وحدة من الروايات إذن خير البرية علي وشيعته شي يقول النبي راضين مرضيين تجون يوم القيامة راضين مرضي إذن خير البرية عامة وخاصة خاصة بس لعلي بن أبي طالب وشيعته هذه رواية أكو بعد رواية ثانية زين عن جابر بن عبد الله الأنصاري لما قال رسول الله وربي هذه البنية زين اللي هي الكعبة يعني إن هذا يعني ياهو أشار لي علي بن أبي طالب إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة ثم قال رسول الله أما والله إنه أولكم إيمانا بالله وأقومكم بأمر الله وأوفاكم بعهد الله وأقضاكم بحكم الله وأقسمكم بالسوية وأعدلكم في الرعية وأعظمكم عند الله مزية بالله وبرك مع الأمن وعلي محمد هذا ياهو هذا علي بن أبي طالب ها يجيلك الآلوسي الآلوسي من علماؤهم يعترض يقول أولاَك هم خيروا البرية يعني خير من رسول الله صحيح ها يسير طبعا لا هم مش يقولون انتم الشيعة تقولون علي ابن ابي طالب خيره البرية اذا كان علي ابن ابي طالب خيره البرية وجزء البرية رسول الله اذا كان رسول الله جزء البرية يعني علي ابن ابي طالب اظلم الرسول الله نقول لا لا علي ابن ابي طالب صار خيره البرية لانت اقرأ الاية الاية اقراها بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصلاحة ان الذين شنو امنوا امنوا بماذا امنوا بالله وبرسوله وبأحكام الإسلام علي بن أبي طالب صار خير البرية شلون صار خير البرية؟ قبر صار؟ لا صار بإيمانه بالله ورسوله وأحكام الإسلام صار خير البرية يعني علي بن أبي طالب كيف وصل إلى درجة خير البرية؟ وصل إلى درجة خير البرية لإيمانه بالله وبمحمد المصطفى ولهذا يقول الإمام علي يقول أنا عبد من عبيدي محمد هذا السؤال الثاني السؤال الثاني قالوا أولئك هم خير البرية كون يسيرون واحد بس الآن قلتوا علي وشيعته علي وشيعته نقول خير البرية في رأس الهرم علي بن أبي طالب مراتب كما أن الإيمان مراتب كما أن اليقين مراتب كما أن العلم مراتب الخشية مراتب علي بن أبي طالب في رأس الهرم في خير البرية بعدين يأتوا يهم شيعته واحد تلول تلول آخر وهم يعترضون قالوا الشيعة أجوا من عهد الصفويين نجوا الشيعة ها الشيعة ها ما صار لهم سنوات نقول لا كلمة الشيعة مولانا أولا ذكرت في القرآن وثانيا ذكرت على لسان رسول الله أنت وشيعتك أنت وشيعتك يعني التشيع ولادة الإسلام ها وليد الإسلام والتشييع ولد التشييع مع ولادتي الإسلام التشيع واحد مولان ولهذا تجد حتى في القرآن الكريم إشارات إلى التشيع شوف بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ إن من شيعته من؟ يعني من شيعة نوح عليه السلام حسب ظاهر الآية طبعاً زين باطن الآية غير وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ يعني إن من شيعة نوح عليه السلام يعني الله جعل إبراهيم من شيعة نوح يعني جعل إبراهيم من الشيعة يعني كلمة الشيعة كلمة مقدسة بحيث أنه جعل علماً جعلها لأتباع الأنبياء في آية ثانية جاي أربع مرات هذه الكلمة في القرآن في آية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَا وَهَذَا الْكَلَامَ عَنْ مَنْ عن موسى عليه السلام يقتتلان اثنين نزلهم قاعد عارقهم هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته إذن وين؟ يعني أتباع نوح اللي هو موسى عليه السلام الله يعبر عنه شيعة أتباع موسى عليه السلام الله يعبر عنه شيعة إذن كلمة الشيعة كلمة مقدسة محترمة ورسول الله مراته كرات ذاكرها زين علي وشيعته علي وشيعته بس هذور إياهم الشيعة لهم صفات لهم وانهم صفات ها لهم صفات اسمع اليوم شوي احنا أريد هذا رجل إجاء إلى الإمام الباقر عليه السلام قل له سيدي أنت شيعتك كثيرة هواي الحمد لله على كثرة شيعتكم سيدي ابن رسول الله ايش قل للإمام قل له أتعرف منهم الشيعة الإمام احنا بل الله خلنا نقيس احنا منهم لو ممنهم ان شاء الله منهم احنا زين قال له تعرف منهم الشيعة قال له لا يا ابن رسول الله قال وهل يعطف الغني على الفقير الشيعي هو عند الله رازغة بس عين طرف عين علي من على الفقير وهل يعطف الغني منهم على الفقير واحد الصفة الثانية ويتجاوز المحسن عن المسيء إذا واحد سوى لك شيء أنت ماذا تسوي تجاوز أنا سامحة ليش هالشدة هاي ليش من علامة الشيعة الإمام الباقر يقول الثالث ويتواسون واحد شنو يواس الثاني واحد يمر على الثاني قلت يا ابن رسول الله لا لا هذه الجماعة موهج يتواسون عود الغني يدير باله على الفقير هسه هسه إحنا مو شيعة وشيعة زين الغني يدير باله على الفقير يتجاوز عن سيئة الثاني لا ما يتجاوز اش قال للإمام قال له إذن ليس هؤلاء الشيعة هذول مو شيعة الشيعة من يفعل هذا اللي يفعلها ذنه هذا من شيعتنا في رواية ثانية عن الإمام عليه عليه السلام عند أحد صحابته من أصحابه يسمونه نوف البكالي شامي قال له يا نوف أتدري من هم شيعتنا أتدري يا نوف من شيعتي إحنا مو شيعة علي لو لا تدري يا هم شيعة علي نوف قال له لا والله يا أمير المؤمنين من هم شيعتك قال للإمام والسلام الله عليه قال شيعتي رهبان بالليل بالليل راهب يعني شنو عبادة عبادة مو كاد القهاء ويفتر مننا مننا والبحر ومننا مننا يفتر زين صراح زين رهبان بالليل بعد وأسد بالنهار أسد يعني شنو يعني أسد زين أسد يدافع يذب عن الإسلام يذب عن بيضة الإسلام يحمي الإسلام مو أكل ونام يا غنام زين قال له رهبان بالليل وأسد بالنهار بعد شنو صفاتهم قال شرورهم مأمونة الشيعي ما تخاف ما يشرح قال ما بيشرح يقول هذا خير هذا زين بعد وقلوبهم محزونة ليش محزونة محزونة منين من الله يخاف من الله سبحانه وتعالى بعد حوائجهم خفيفة الشيعة الشيع حاجت شنو خفيفة ما يطلب منك خفيفة حوائجهم خفيفة بعد وأنفسهم عفيفة شكرا لون حاج شي حلول إمام علي مني يحتي شكرا لون حاج يحتي زين وأنفسهم عفيفة بعد سيدي هاي 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 مشكلتنا هاي اختلف بهم بهم الأبدان أبدانهم تختلف أشكالهم تختلف ها لكن شنو ولم تختلف قلوبهم شكمنا واحد ويا الثاني يختلف بس قلوبنا كون الشير واحد هذولي شيعتنا يا نوف هذا الإمام علي قاعد يقول سلام الله عليه بعد شنو سيدي قال إنما شيعتنا أصحاب الأربعة أعين شيعتنا كون عنده كم عين مو عينين أربعة قال له سيدي شلون أربعة هاي قال له عينان في الرأس هاي العيون عني هذين الثنين عينان في الرأس وعينان في القلب كون عندك اثنين عيون بقلبك كون تعرف شا سووا مولانا ها لا تدوس على حق أحد لا تأذي أحد إياك والنميمة إياك والفتنة إياك والقال والقيل إياك والكذب إياك والغيبة إياك هذا كل مولانا عيون مثل ما أكوب رأسك وين كون يسيرا بقلبك هؤلاء شيعتنا يقول الإمام هؤلاء شنو شيعتنا إذن الآية شا تقول الآية تقول أولئك هم خير البرية من هم خير البرية أمير المؤمنين سلام الله عليه وشيعته قبل لا أن أختم هم خير البرية هم خير البرية وشيعتنا هم خير البرية هم خير البرية فما أحب أفوتها زين الإمام سلام الله عليه يقول عامر ابن واثلة يقول خطبنا أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر بالكوفة عنده خطبة طويلة كان إذن قال الإمام فحمد الله وأثنى عليه وذكر الله بما هو أهله وصلى على نبيه ثم قال إذن قال الإمام علي توجهه إخواني قال أيها الناس سلوني فرى الله لا تسألوني عن آية من كتاب الله شوفوا العلم شوفوا العلم لا تسألوني عن آية من كتاب الله إلا حدثتكم عنها متى نزلت بالليل أو بالنهار في مقام في حضر أو سفر في سهل أم في جبل نزلت في مؤمن أو منافق وما عنا بها هل عنا الخاص أو العام ولئن فقدتموني لا يحدثكم أحد حديثي ما أحد بعد يسؤال في مثلي فقام إليه ابن الكوى واحد ابن الكوى تعرفونا سأل الإمام أي سأل الإمام علي عليه السلام قال سأل الإمام رأي يسئله أشقل الإمام قال له إذا سألت فاعقل إذا تتسأل اعقل لأن يدري بهذا أو كات يسأل سؤال شنو تعنت متعلم مثل بعض الناس زين فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله مو تقول سألوني قبل أن تبغدوني أخبرني عن قول الله إن الذين آمنوا عملوا الصالحات أولاك هم خير البرية يب من هم خير البرية يقول فسكت أمير المؤمنين فأعادها ثانية ابن الكوى فسكت أمير المؤمنين فأعادها ثالثة ابن الكوى فقال علي عليه السلام ورفع صوته ويحك يا ابن الكوى أولئك نحن وأتباعنا يوم القيام مغرا محجرين إلى جنات النعيم إذن يا أمولانا علي وشيعته صلوات الله وسلامه عليه وهذه صادقة على علي وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى الأئمة من ولد الحسين بأجمعهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لكن شوف الآن هذولي خير البرية مثل ما أكو خير البرية بالمقابل شنو أكو شر البرية هذا شي طبيعي فأكيد هذا التزاحم وهذا القتال وهذا العداء الشيطان والرحمن على طول شنو موجود ما دام خير موجود شرهم موجود شر البرية احتوشوا الحسين آه ومزقوهم بسيوفهم ورماحهم قطعا قطعا إربا إربا سبوا بالحسين سلام الله عليكم جابوا نساء الحسين أطفال الحسين سبايا خلوهم بالخريبة دخلوهم في خريبة لا تقيهم لا من الحر ولا من البرد من الكوفة إلى الشام من الشام مرت أيام ليالي صارت المدينة المنورة دخلت زينب سلام الله عليها اتنام بالليل زينب اتنام في منتصف الليل ويمهت نام الرباب الرباب زوجة الحسين وتدرون هذه الرباب عدها رضيع فاقدت نص الليل الرباب وتستيقظ نص الليل وتقعد الرباب زينب سلام الله عليها تسألها يا رباب تستيقظين في منتصف الليل المن قاعد يا رباب اتقلها سيدتي زينب لا تلوميني يا بنت امير المؤمنين افز بالليل مرعوبة وهز للمهد بيدي ابحالات النوم يا زينب حسب لي بيشو ليدي وليدي وليدي ها بيشو وليدي وليدي يما يا يما يا 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 عبد الله يا غالي يا غالي يا يا يش كفر بيك سهرت الليالي يما الليالي الليالي اهز بالمهد والمهد خالي يا 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 تجلس زينب تبكي مع الرباب سيدتي يا يا لكن تبكي يا يا على الحسين يا 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 لقع يا ايد ابن الصلي الوحدي انا لقع ايد لقع ايد ابن الصلي الوحدي ايد وحط ايد على خدي على خدي وامزج بدمع نار وجدي اخي اخي وجد اي اي ولم يط من تر بلحدي اخي 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 احسين احسين وحدي اخي او بجفل بذلا لطمخدي اخي انا اسمع الشتائم وهو عدي امن النوم امن النوم بس يا بعد تابدي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انها لله وانها اليه راجعون اله يا الله اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء 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 ان شاء الله اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله بلغس من قصدناهم بالدعامن على مرضاهم بالشفاء العاجن يا الله الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره من أوصانا بالدعاء اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم إخوان إن شاء الله من باشر من باشر المجلس ساعة سبعة ونص إن شاء الله من باشر على رأس ساعة سبعة ونص إن شاء الله أسفار دا مجلس ساعة هافتونيم شروع مش إن شاء الله أقر خدا بخات ماجرين المثابين والفاتحة مع الصلوات على جروحي ويجمار غافي وانا بروحي نجم قافي